كشف سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن توظيف خمسة ألاف مواطن بحرني في مختلف منشآت القطاع الخاص منذ انطلاق البرلمج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي تم إطلاقه تنفيذا لتوجهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى تدريب 1874 من المواطنين خلال دورات تأسيسية واحترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات المهنية وذلك حتى منتصف شهر مارس الجاري أضاف حميدان أن تنفيذ البرنامج يأتي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا لتجيع توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الانتجية في سوق العمل جاء حديث حميدان خلال الإجازة الصحفية الذي نظمه مركز الاتصال الوطني حيث استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أبرز إنجازات البرنامج الوطني في نسخته الثانية منذ انطلاقه في شهر يناير الماضي والذي سيستمر لثلاثة أعوام لدعم توظيف البحرينيين بشأن تعزيز وطيرة التدريب لتأهيل المواطنين لسوق العمل فقد أكد حميدان على وجود تنسيق مع صندوق العمل تمكين لتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحرينيين عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل من خلال ثلاثة وثمانين معهدا تدريبيا مرخصا من الوزارة أشرح ميدان في الإطار ذاته إلى تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل فرص والذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يهدف إلى إكساب الباحثين عن عمل مهارات وخبرات عملية ترجمة نانسي قنقر